طبيب غربي يجيد اللغة العربية وهو مسؤول بهيئة تنصيرية أوروبية جاء من بلاده إلى إحدى الدول العربية لتنصير مسلميها مستترا في بعثة أطلق عليها بعثة المشروع الوطني لمحاربة أمراض العمى وكان هذا الطبيب ذكيا حيث أخبر أصدقاءه الثلاثة من الأطباء أن تكون دعوتهم التنصيرية للبسطاء والأميين أولا لأن هؤلاء من السهل إقناعهم ثم بعد ذلك يدعون المثقفين وخاصة الشباب ومع أول يوم للبعثة ذهب هذا الطبيب إلى قرية فقيرة والتقى بشاب أمي يعمل مزارعا وعلم من والده أنه يحفظ أجزاء كثيرة من القرآن ويجاهد حتى يتم له حفظ القرآن كاملا فجلس الطبيب بعض الوقت مع هذا الشاب يفحص عينيه وبعد الفحص سأل الشاب لماذا يحفظ القرآن رغم صعوبة حفظه فقال له هذا القرآن هو المعجزة التي أنزلها الله على رسولنا الكريم ومن خلاله عرفنا الله والإسلام والجنة والنار وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين ننظر الطبيب إلى الشاب في دهشة ثم بدأ في تشكيكه في دينه وقال له ألا ترى أنك تجد في حفظ القرآن مشقة كبيرة حيث أنه يتكون من ثلاثين جزءا وهناك العديد من الآيات المتشابهة به نصا ومعنى فلماذا لا نقوم بحذف هذه الآيات ما دامت متشابهة فهي مجرد تكرار للكلام ولا فائدة منها وبعد هذا الحذف سوف تقل عدد أجزاء القرآن كثيرا وحينها سوف تتمكن من حفظه ومراجعته بكل سهولة ويصبح جميع المسلمين حفظة لكتاب الله وعندما انتهى الطبيب من كلامه قال الشاب له إن كلامك جميل ومقنع للغاية فرح الطبيب الماكر كثيرا وظن أن الشاب قد سقط في حباله وتمكن من خداعه ولكن الشاب أكمل حديثه قائلا لكن لدي سؤال واحد فقط أيها الطبيب أليس في جسدك أنت أشياء متشابهة لا فائدة منها مثل يدين اثنتين وقدمين وأذنين وعينين وكليتين ورئتين ومنخرين وغير ذلك فلماذا لا تقوم بقطع كل هذه الأشياء الزائدة حتى يخف وزن جسمك وتستفيد أكثر مما تأكل بدل أن يذهب غذائك لأشياء متشابهة في جسدك ليس هناك نفع منها كما أنك سترتاح أكثر من حمل أشياء متشابهة لا فائدة من تكرارها صدم الطبيب بكلام الشاب الأمي وقال في نفسه وقلبه يعتصر ألم ما أروع الرد وأقوى إذا كان هذا الكلام خرج من فم شاب غير متعلم فماذا سيكون رد المثقفين وبعد لحظات اتصل بأصدقائه من الأطباء وأمرهم بحزم أمتعتهم فورا والاستعداد للعودة إلى بلادهم وقال لهم لا بد أن نرحل حالا فأنا أقسم لكم لو دام البقاء لنا أياما قليلة لأعلن كل منا إسلامه ونطق بالشهادتين عن اقتناع وانقلب السحر على الساحر وأثناء ذلك جاء شقيق الشاب الأمي وهو شاب جامعي وعندما علم أن الطبيب يتحدث مع شقيقه عن القرآن أحب أن يتحدث معه عما يحمله القرآن من إعجاز علمي أثبته العلماء شرقا وغربا منذ سنوات قليلة فقال له لقد أكدت نظريات العلم الحديث أن نسبة الأكسوجين في الجو تتناقص كل ما ارتفع الإنسان إلى أعلى وهذا ما حكى عنه القرآن قبل 1400 عام في دليل جديد على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فقد قال تعالى في سورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ذهل الطبيب مما سمع وقرر دراسة الإسلام والتوقف عن دعوته وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون طبيبة شابة جميلة وناجحة في تخصصها ومن أسرة طيبة ميسورة الحال ورغم مسؤولياتها وانشغالها في عملها ظلت لمدة عام تذهب إلى المسجد لتحفظ القرآن عن طريق الحاجة أم عمر وبعد أن حفظته كاملا كانت تذهب إليها بين الحين والآخر لتراجع القرآن معها ثم انقطع اللقاء بينهما لفترة واكتفت الطبيبة بالاتصال الهاتفي لتطمئن على الحاجة أم عمر وبعد عام من آخر لقاء تم بينهما فوجئت الحاجة أم عمر بالطبيبة تتصل بها وهي تبكي وتريد مقابلتها في حجرتها بالمسجد فرحبت أم عمر بلقائها فذهبت الطبيبة وبعد أن سلمت على أم عمر انهارت وبكت وقالت لها منذ أسبوع وأنا في بكاء وحزن وعذاب وتأني بضمير حيث كان طفل مريض بالمستشفى الذي أعمل فيه درجة حرارته مرتفعة جدا فطلبت من الممرضة أن تأتي لي بحقن مسكنة ولكن الممرضة أتت بنوع آخر ودون أن أراجع وراءها أعطيت الطفل الإبرة وللأسف هو حتى الآن في غيبوبة ولا يستطيع الحركة وأنا دائما بجانبه وأتابعه بالساعات ولا يعرف بقصة الإبرة الخطأ أحد ومن يومها وأنا صائمة وأقوم الليل وأتصدق وأدعو الله أن يشفي الطفل وأن يسامحني فأنا أشعر بأنني المسؤولة إذا مات الطفل لا قدر الله فماذا أفعل حتى يرتاح ضميري هدأت أم عمر من روعها وذكرتها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وطلبت منها كثرة قراءة القرآن والصيام والقيام والدعاء والتصدق وطمأنتها بأن الله سيكشف عنها هذه الغمة عملت الطبيبة بوصية الحاجة الفاضلة أم عمر وبعد يومين ذهبت إلى المستشفى لتطمئن على الطفل فوجدته في صحة جيدة ويبتسم مع والديه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ففرحت الطبيبة فرحا لا حدود له وبدون أن تدري أسرعت واحتضنت الطفل وقامت بحمله وتقبيله وهي تلف به داخل الغرفة وبعد أن هدأت وجدت والدة الطفل تقدم لها باقة ورد وتقول لها لا أستطيع تقدير معروفك ولن أنسى لحظة اهتمامك بولدي وسهرك معه حتى الصباح في غيابي جعل الله كل هذا في ميزان حسناتك وأكثر الله من أمثالك ثم قال والد الطفل للأسف فقد أخبرنا أكثر من طبيب هنا أن ولدي لن يفيق من غيببته وأن الموت مصيره ومنذ ساعة أفاق ولدي واعتبر الأطباء أن عودته للحياة معجزة كبيرة وأخبرون أن دعاءك له وعطفك على حالته وصلاتك من أجله ربما كانت الأسباب التي ردت إليه الحياة بفضل الله سبحانه ابتسمت الطبيبة وقالت صدقت يا رسول الله يا من قلت لا يرد القدر إلا بالدعاء ومنذ ذلك اليوم أصبحت أم الطفل والطبيبة صديقتين حتى أنها تزوجت من خار الطفل المهندس الشاب التقي الذي كان يبحث عن زوجة بمواصفات هذه الطبيبة منذ سنوات حتى وجدها وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فتاة من أسرة ثرية تعرفت في السنة الأخيرة لها بالجامعة على أحد المعيدين وأحبته حبا شديدا لأخلاقه الكريمة والتزامه بطاعة الله وعلمه الغزير وتمنت أن يكون زوجا لها ولم تسعها الدنيا عندما فاتحها هذا الشاب في آخر محاضرة لها بالجامعة بإعجابه بها وأنه يريد أن يتقدم لخطبتها لولا ظروفه المادية حيث أنه مسؤول عن والدته المريضة وفي بداية مشواره الوظيفي فشجعته على الحضور لأهلها وأنها ستقف بجانبه في كل الأمور فتشجع وتقدم لوالدي الفتاة لكنهما رفض طلبه لفقره فغادر البيت حزينة تسرعت الفتاة وخانها تفكيرها عندما كذبت على والديها وأخبرتهما أنها تزوجت هذا الشاب عرفيا كي تضعهما في الأمر الواقع مما جعل والدها يتصل بشقيقها ضابط الشرطة الذي يسكن بجانب عمله في مدينة أخرى وعندما علم الأخ غضب غضبا شديدا وطلب من رئيسه إجازة ليوم واحد بسبب ظروف عائلية طارئة وبعد الموافقة عدى الأخ وكان في نيته الانتقام من الشاب وأخته إلا أنه استخدم عقله وجلس مع أخته يتحدث معها بهدوء فأخبرته بأن هذا الشاب يمتاز بأخلاق عالية وله مستقبل باهر ثم بكت له لتستعطف قلبه ويقف بجانبها فابتسم لها وطلب منها رقم هاتفه ووعدها بأنه سيفعل كل ما يرضيها وهو يضمر في قلبه الانتقام من هذا الشاب اتصل الأخ بالشاب الذي رحب به ووافق على اللقاء به فطلب الأخ منه أن يأتي إليه في مقر عمله وبعيداً عن أسرته لتكون الجلسة هادئة فوافق الشاب وأخبر أمه وصلى ركعتين شكراً لله وكذلك صلت أمه ودعت له بالتوفيق ذهب الشاب إلى مكتب الأخ الذي كان قد طلب من أحد أصدقائه أن يعتدي عليه بالضرب المبرح قبل الوصول لمكتبه ولكنه فوجئ بالشاب يأتي إليه سليما فاستقبله وهو في دهشة كبيرة ثم جاء صديقه وأخبره أنه نفذ طلبه حيث كان قد اعتد على شخص آخر فغضب الأخ من صديقه وبدأ حديثه مع الشاب طالباً منه عقد زواجه العرفي بأخته فأقسم له الشاب بأنه لم يتزوج أخته عرفياً لأن أخلاقه لا تسمح له بذلك فاتصل الأخ بأخته وأخبرته أنها اخترعت هذه الحيلة للضغط على والديها فابتسم الأخ وبدأ يتعاطف مع هذا الشاب الصادق وسأله ماذا فعلت حتى يرق لك قلبي وتنجو من مكيدة دبرتها لك إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فابتسم الأخ وبدأ يتعاطف مع هذا الشاب الصادق وسأله ماذا فعلت حتى يرق لك قلبي وتنجو من مكيدة دبرتها لك ابتسم الشاب وقال له لم أفعل شيئاً ولكن أمي دائماً تدعو لي بعد كل صلاة وقبل الخروج تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا استودع شيئاً حفظه ثم ترفع يدها للسماء وتقول اللهم إني أستودعك ولدي لذلك حفظني الله من تدبيرك بكى الأخ وقال له كم كنت مخطئاً وكم أنت راق بأخلاقك ودينك وعلمك ستكون زوجاً لأختي وهذا شرف لنا وسوف أقنع كل العائلة بأنك شرف لهم جميعاً وبالفعل تم الزواج وعاشت أمه معه وأحبتها زوجته حباً شديداً ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون